أحكي لكم حكاية في نادي في الإمارات اسمه نادي رويال نادي ده أسسه حديثاً بيلعب في دوري الدرجة الثالثة تمهيداً لسعوده لدوري الدرجة الأولى يعني يمشي طريقه لحد ما يوصل لدوري الممتاز في الإمارات صعد هذا الموسم فعلياً لدوري الدرجة الثانية متصدراً دوري الدرجة الثالثة في الإمارات الميزة في النادي ده او احنا شفنا النادي ده او عينينا راحت للنادي ده لما اكتشفنا ان رئيس هذا النادي هو رجل مصري شاطر اسم ممكن جديد على الاوساط الرياضية المصرية ولكن لفت نظرنا لفت نظرنا الاستاذ محمد بغدادي رئيس نادي رايل اماراتي معانا الان عبر زوم نهني بسعود نادي رايل الاماراتي الى دوري الدرجة الثانية وايضا نعرف منه اكتر عن هذا المشروع ازاي نادي رايل ايه نادي رايل تموحاته ايه ازاي هو كمان موجود رئيسا لهذا النادي يا فندم مساء الخير مشرف ومنور برنامج رقم 10 التلفزيون المصري مساء الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك وانا مبسوط جدا ان انا طبعا موجود معاك وان شاء الله تبقى مدخلة متميزة بإذن الله بها نيك بداية الصعود لدوري الدرجة الثانية بس قبل ما نتحدث عن مشواركم في دوري الدرجة الثانية الى الوصول الى دوري الدرجة الثانية في الامارات لو عايزين نعرف ايه هو نادي رايل الاماراتي الحقيقة الاتحاد الاماراتي اللي كرت القدم انشأ دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الثانية في محاولة منه التوسيع القعدة يعني وزيادة عدد اللاعبين والمدربين والأليهزة من ساعدة ورشح بعض الملفات يعني الحمد لله ان احنا احد الملفات اللي تم ترشحها وتم موافقة علينا ان احنا نبقى نادي رسمي تابع للفيفا عندنا حاجة اسمها فيفا فيفا كلاب اي دي نادي زي اي نادي في العالم نقدر نمارس كرت القدم وشاركنا في دوري الدرجة الثالثة اللي بنظمه اتحاد الامارات لكرت القدم تم انشاء النادي من حوالي اربعتاشر شهر كانت الموسم الاول بالنسبة لنا كان موسم صغير لان عبرنا خدنا ابروفل من اتحاد الكورة الاماراتي ان احنا ننشئ نادي فكان الوقت دايق والسيزون كان صغير لكن قدرنا ان احنا نشتغل من الموسم اللي فات للموسم ده ان احنا خططنا وحطينا رؤية ان احنا عايزين نادي رويل يكون موجود في دوري الكبار بعد خمس سنين طبعا عندنا فيجين زي كده بنحط شورت تيرم بلاين لونج تيرم بلاين لنشتغل عليها انا الحمد لله اشرف ان انا برقاسي لنادي رويل اماراتي بالتعاون مع السيد محمد علي بوكسيم نجل طبعا اسطورة التحكيم العربي كابتن علي بوكسيم اقتر حكم عربي حكم وادار مباريات في كاس العالم عبر التاريخ حتى الان عطينا رؤية وابتدينا نشتغل عليها وخططنا الحمد لله كويس ونجحنا في الهدف الاول بالنسبة لنا اللي هو السعود مباشرة من دوري الدرجة التالتة بدوري الدرجة التانية متصدرين المجموعة بتاعتنا ثم دخلنا لتصفيات النهائية وجسبنا البقولة الحمد لله هاي ده كلام محترم جدا بس فيه جزء بسيط جدا في البداية انت ما قلته ليش ازاي جات الفكرة اصلا ايه الفكرة يعني ليه قاعدين امتى كنت بتقوله ايه هنعمل نادي هننافس في الدوري الاماراتي يعني الفكرة اميحب الحاجات اللي بتيجي من بدري او من الاساس هو طبعا لستصنار الرياضي بيبقى ليه اشكال كتير جدا لما الاتحادر الاماراتي اطلق الفكرة لانشاء دوري الدرجة التالتة والتانية قدم ملفات كتيرة جدا يعني احنا هنا معانا امدية يملكها مشكلة الجادو يملك نادي باتريك موجومة اسطورة الكاميرون يملك نادي اديدس تملك نادي وليس سبونسر ليه تملك نادي نادي الجزيرة الاماراتي يملك نادي ده عمل استقطاع للمدربين الكبار والاسامي الكبيرة كمان ان هي تكون موجودة هنا في الامارات لان المناخ العام بصراحة بيساعد جدا على الاستثمار الرياضي لقيمنا مثلا ستيفن تيلور نجم نيو كاسل ومنتخب انكتيرا هيت كوتشف احد الفرق ابراهيم وباو نجم منتخب فرنسا وباريسة الجرماني موجود في هيت كوتشف احد الفرق فالموضوع بالنسبة لنا هو عبارة عن استثمار دبي فتحه او الامارات قموم الفتحه او اتحاد اماراتي فتحه للعالم كله ان الاستثمار الرياضي مناخ كويس هو بيوفره ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس طيب في حاجة احنا بنقولها هنا حتى في مصر دائما لما بنشوف نادي استثماري هو بيبقى اضافة لأي مسابقة سواء بقى مصرية اماراتية سواء اي مسابقة لما نشوف نادي بينشق جديد ده معناه انه احنا هنشوف فلوس لتضفق اكتر لعيبة استثمارات اكتر في اللاعبين والمدربين ومسابقات كل امور دي شيء مرحب به بس دائما بنسأل السؤال المهم وانت بتستثمر في نادي اكيد بتفكر في الجماهير هل نادي رايل اماراتي تتوقع له جماهير هل في جماهير فعلا هل في ناس او انت رسم الخطة ازاي انه ممكن يبقى نادي رايل خلال خمس سنين انت عايز تساعد فيهم لدوري الدراج الاولى يبقى عندك جماهير كل ده اكيد حطه انت في الحزبات اكيد طبعا انا اطمح ان انا يبقى عندي جماهير اللي نادي تصبرت للفريق في كل مباريات ويبقى داعا قوي دي احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي ان الجماهير بسلاح قوي جدا في المباريات يعني بترجح كافة فرق عن فرق تانية بحجم الجماهير ولكن احنا هنا بنصطدم ان احنا لازمنا في مرحلة الانشاء بنكون مطالبين ان احنا نفكر برا السندوق شوية لان احنا نقدر نقول ان احنا في الطور لتطوير بتاعنا احنا الداخل بتاع الاندية دايما بيكون مالجاعه وبالغم احنا برضو برا السندوق انا نادي لسه فطور الانشاء müssen هيبقى سبونسور بالنسبالي. فانا لازم افكر بر صندوق ازاي انا اجيب انكم للنادي بتاعي بشكل مختلف شوية. ولكن اجمالا انا طبعا اتمنى ان على يبقى عندي جماهير. وده طبعا الاندماج ما بيتوالقش. معلاش اسم محمد انا عندي انا عندي هنا انا عندي محتاجة شوية وقت شوية. اه انا عندي هنا اه كثير من الفضول. لو احنا تحدثنا ان ما فيش سبونسور ما فيش رعاة. وبالتأكيد ما فيش تيكتز عشان ما فيش جماهير. ولو بنكلم على الترانسفير ماركت. فانت يا دوبك لسه فرقة حديثة العهد. فانت البرا السندوق ده ايه. يعني انكم بتاعك بتجيبه ازاي. بص اول حاجة هو احنا الاتحاد الكرة الاماراتي لما انشأل دوري درجة التالية ودوري درجة التانية. اتح لنا ان القايمة بتاعتنا كلها تكون تلاتين لاعب اجنبي. فدي بالنسبة لنا فرصة كويسة جد ان احنا نجيب ونستقطب لاعبين اجانب كتير. فالحمد الله الفريق بتاعنا كله جنسيات. معظمهم افارقة طبعا وفيه مصريين. بس احنا هنا قدرت بتاعنا اشتغلوا بشكل كويس اولي ان هي تقدر تجيب لنا لعيبة كواليتي كويسة. يصعدونا لدوري الدرجة التانية ويخلونا مرحلة متقدمة. وفي نفس الوقت نقدر نحنا نستفيد منهم في نهاية السيزن عن طريق ان احنا نقدر نسواهم بشكل كويس. مين لعبين مصريين موجودين معك دلوقتي? مين لعبين مصريين موجودين معك في الفريق دلوقتي? معنا لعيب مصري اسمه عمر هينيدي. كان بيلعب في نادي اسماعيلي باكرايك متميز جدا. عندنا حارس مرمى اسمه اسلام خالد. برضو حارس متميز جدا. وعنده الكثير من العروض زيه زي عمر هينيدي. عندنا احمد مصعد كان بيلعب في امبي. عمر مصعد برضو حارس مرمى كان بيلعب في امبي لغاية الموسم الفات يعني. عندنا محمود النابدي كان بيلعب برضو في الاتحاد سكندري. بس سنة صغير شغير. لعيبة كويسة ولعيبة متميزة. واحنا شايفينهم المستقبل يعني. بتتفاوض مع لعبين مصريين اخرين في الوقت الحالي? اه والله احنا عرضنا في بداية الموسم على نادي طلايا الجيش ونادي الاسماعيل ان احنا ناخد منهم لعبين على سبيل الاعارة اللاعبين اللي هم بيكون مواريد 2001. بس دايما الفكر في مصر بيبقى شوية مختلف يعني موضوع سنة 2001 مواريد 2001 يكون حتى الان اسمه لاعب ناشئ دي دي مشكلة كبيرة جدا. الاندية بتبص دايما يعني برا فكر التطوير انه هو لازم اللاعب يلعب دوري ناشئين علشان بيكون النادي دايما فيه سكينة في ظهروا ان هو خايف من الرأي العام او خايف من الجماهيل بتاعته ازاي فريق ناشئين يخسر من نادي تاني او كده فبما بيكونش عندهم فكرة تطوير في المجالس مجالس الادارات ودي بتبقى مشكلة شوية في الادارة الرياضية ان هو ما يكونش عندهم فكرة تطوير لما بعد ذلك يعني ايه اصلا غرض من انشاء قطاع ناشئين هو تجهيز لاعبين للفريق الاول. لكن الكلام ده مش موجود تقريبا في معظم الاندية في مصر بيكون هو غرض منافسة على اه البطولات في مراحل ناشئين وده استضمنا به لما طلبنا لعبين على مستوى الاعارة يعني من لعيبة اه لعيبة كويسة اه ومعرفناش ان احنا ناخدهم. اه بس بيكون عندنا سهولة شوية ان احنا نقدر ناخد اللعيبين الافاركة. لعيب الافاركة بيبقى لعيب متميز عقلية كويسة. اه 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 طبعا بيكون عنده اه حتة اللغة بشكل اه اه شوية كويسة وعنده عدة او تعدد في اللغات. فده بيساعدنا جدا هنا هو في البيئة اللي احنا فيها في دبي ان هو اه يقدر يساعدنا على اه الاهداف اللي احنا انت كنت لعيبتم مباراة و quantا مع فرقة مصرية اعتقد صح? اه 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 لعبنا في فترة الاعداد اه 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 قدام مع بيراميدز ولعبنا اه 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 كان بيراميدز عامل معسكر هنا اه 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 فترة الاعداد ما قبل الدور يعني. ولعبنا في فريق بيراميدز اه اه كان مباراة طبعا استفادنا منها فنيا وتسوقيا. مو بدنيا جدا لان التكييز جونياس اللي هيج كوتش ساعتها يعني طلب ان احنا لالعب ثلاث اشواق كل شوط خمسة واربعين دي الفاصل الزمني ما بين الشوط الثاني سبع دقايق بس هو كان عايز يعلم بالحمل شوية بتاع الفريق يعني لان ده كان آخر يوم في المعسكر بتاعه كان عنده مطشف افريقيا بعدها مع تريبا المريف السوداني او اليلان السوداني حاجة زي كده وبس احنا استفدنا يعني لان احنا من لعب فريق كبير زي برامدز يعني سكواد بتاعه ماشاء الله مرعب يعني عنده اتنين وعشرين لعيد على لفل واحد فعملنا مبارياته قوية قدام نادي الاهلي نادي الاهلي دبي هنا وطبعا لعبنا منتخب سوريا الولمبي بقيادة مارك فونتا الولمدي مارك فونتا وعملنا مبارياته قوية دبنا ان احنا تساعدنا في الدورة التعالي الحمد لله كمان عندنا جهاز فني مصري بقيادة كابتن جيدا كابتن شريف أصاص كابتن عبد الرحمن مجدي كابتن عمر حسين كابتن كابتن طارق كابتن هيزم محمود الخواجة ابن دستورة نادي الزمان زمالك كابتن محمود الخواجة ابن كابتن موقع الفخري ودكتور محمد بنسي كل دول مصريين اقدرنا ان احنا نعلق توليفة كويسة اه 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 اقدرنا ان احنا نشتغل بيها من بدري اخططنا كويس دور سكاوتنج ساعدتنا في لعيبة ان احنا نجيب لعيبة اه بقولتي كويسة عندكو 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 عنددكو عندوكو عندكو 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 على لوم ت واندوكو ادارة سكاوتنج اه طبعا ما علشان انا اسف انا اسف دي اسخاط بس احنا اننا عندنا عندية كبيرة معندهاش ادارات سكاوتنج انجيس كاوتينج disputت ihnen يعني ادارة كشاف الايolare انا بس بقولن الناس يناح فاضلي فى الن . هو الموضوع عندنا في مصر شوية مختلف redirect بيبقى عندنا دايما ادارة للتعاقدات اه التفاوض يعني مع العيبة لكن احنا العالم كله يعني انا بداية الموضوع خالص الحمد لله انا اخد كورسات كتير في الادارة الرياضية وروي كوستا رئيس نادي بن فيكا اول حاجة نصحني بيها ان انا لازم اعمل ادارة السكاوتنج طبعا نادي بن فيكا في حتة تانية خالص بسبب ادارة السكاوتنج او بسبب الاستراتيجي اللي ماشي عليها نادي بن فيكا اللي بيمثله طبعا نجم كبير زي روي كوستا ان ادارة السكاوتنج دي هي تقريبا النادي كله تقدر ان هي تكتشف مواهب في عدة بلدان طبعا معظم المنجم كله بيكون في افريقيا وبتكون لها معايير معينة بنقدر ان احنا نتابع والسكاوتنج طوعنا بيقدروا يتابعوا اللاعب في عدة مباريات سواء ودية او رسمية بيقدر بيكون عندنا معايير السن والبوزيشن كل حاجة يعني في عدة معايير بنقدر نشتغل عليها عشان نقدر في الآخر نطلع لعب نقدر نقول ان اللاعب ده نستفيد منه على اللونج تابع ان شاء الله سوز محمد بغدادي المصري رئيس نادي روية الاماراتي الصحة الحديثة لدوري الدرجة الثانية في الامارات حاجة فخر كبير جدا حاجة شرفها جدا انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا واتمنالك كل التوفيق ان شاء الله نشوف نادي روية الاماراتي بلعب دوري دوري ممتاز الاماراتي فيه او دوري المحترفين الاماراتي فيه المستقبل القريب حاجة حلوة دي برضو من النماذج العظيمة يعني النماذج اللي نفخر بيها يعني راجل من بسيط يا مش بسيط يعني اقول انه بسيط لا اقصد يعني مش اسمي كبير مثلا في عالم الرياضة يعني راجل عادي زينا كلنا راح فكر في فكرة عمل نادي في الامارات قالك طب يلا نستثمر طب يلا نحاول ننافس حاجة نموذج عظيم شكرا